معنا خبر حقيقة وانا نفسي الحقيقة يمكن الخبر ده ترجمة للي هقوله ده نفسي جمهور النادي الاهلي يعرف انه النادي الاهلي خارج المنافسة النادي الاهلي ما بيبصش لأي منافس ليه على اقل محليا وعلى اكيد قريا واقليميا يعني الرؤية اللي ادارة النادي الاهلي بتشغل عليها هي انه النادي الاهلي يكون نادي عالمي على كل المستويات وما حدش يقدر ينكر النهاردة اداريا واقتصاديا واستثماريا وفنيا ورياضيا الاهلي في مكانة تانية بعيدا عن اقرب اقرب المنافسين ليه على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا وعلى مستوى الوطن العربي فارجوكم ما تروحوش لحتة ان احنا بنفس حد يعني فيش حد الحقيقة عنده الجدارة انه ينافس النادي الاهلي النهاردة النادي النهاردة الحقيقة توق بجائزة جديدة جائزة محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي عن العام الحالي 2021 كافضل مؤسسة رياضية عربية تم الاعلان عن ده في مؤتمر صحفي عقد الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وكلام في المؤتمر واعلن عن فوز النادي الاهلي بالجائزة عن المجموعة الاقتصادية للنادي الاهلي التمويل الذاتي وده باعتبارها طبعا مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على افضل الممارسات في العمل المؤسسي المؤسسي كمان كانت المبادرة من الاسباب الرئيسية والداعمة للمؤسس الرياضية في التعامل مع طبعا جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي